ليه ما كملتش في الإعلام؟ ليه ما كملتش في الإعلام؟ وانت كنت ناجحة زهقت يعني جات فترة أنا اشتغلت من 2009 لغاية 2014 6 سنين إعلام ولا 5 سنين إعلام جات فترة يمكن برضه تبطيلي بدري هو ده اللي خلاني أحن تاني للملعب وحن تاني للتاكتج بتاع الملعب وكمان كان يعني كان دايماً مانو الجوزيف نادر أهلي يقول أنت من الناس اللي هتبقى مدربين كويسي يعني هتبقى مدرب كويس لأنك بتفهم عندك ثقافة خططية كويسة فكان عندي دايماً يعني حاجة حنين للملعب أو المستطيل اللي أقدر لطريقة اللعب للقصة كلها فقلت الإعلام ممكن يترجع له في أي ثانية يعني ممكن وانت مش قادر وانت كبير في السن ترجع تشتغل الإعلام مفيش مشكلة إنما التدريب لو ما دخلتش في وقت معين مش هعرف إن أنا أخش بالزبط كده إنما أنا لو دلوقتي وقفت مسيرتي في التدريب وعدت سنة أشتغل إعلام ورجعت تاني للتدريب أنا عندي سي في في التدريب دلوقتي وقدر أن أنا استند له إنما الإعلام يعني مثلاً دلوقتي كابتن شبير مثلاً كابتن متحط شلبي كابتن خارد الغندور أي حد من يشتغلوا إعلام من ساعة ما بطلوا صعب جداً إنما دلوقتي الناس مش هتتقبلهم كمدربين أصلاً إنما أنا لو اشتغلت دلوقتي مدربه الناس شافتني وعملت إنجازات في التدريب كانت تنشأه غريب كمساعد مدرب معاه ورجعت دلوقتي للإعلام اشتغلت فترة في الإعلام ورجعت تاني للتدريب أكيد الموضوع هيبقى مقبول عندنا ترجمة نانسي قنقر